اشتركوا في القناة ولولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم لذهب الإسلام ولولا تدخل ملائك من السماء لذهب الإسلام نعشر ألف مع النبي عليه الصلاة والسلام نعشر ألف مقاتل عشرة آلاف من الصحابة وألفين من الطلقاء كلياتهم اتخلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لهول الموقف أحيط بهم سقط في أيديهم كمين من مالك ابن عوف وهذا رجل شديد بأسه قوي بطشه له أهميته في العرب معه خمسة وعشرين ألف مقاتل أخرج النساء والأولاد والبعير والشات والذهب والفضة كان فيه رجل في هوزان اسمه الدوريد ابن الصمة وهذا رجل اسمه حكيم العرب العرب كانت تأتي من مكان بعيد لتستشيره إنسان عقله هيك سبحان الله راح لعند مالك ابن عوف فقال له هذه المقولة قال له وهل يرد المنهزم شيء إن كانت لك الدائرة يعني إذا أنت يبدأك تفوز لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ورمحه هدول الخمسة عشر ألف النساء والولدان ما حينبشوا حالهم شو بدأ نساء ألا بقلهم لأخواننا الكرام جايبين معه ولد عمره ثلاثة سنين عن صلاة الترويح طيب سين سؤال هذا بيحسن صلي ترويح لا طيب الله يرضى عليكم ليش جايبه حطه وين حطه عند أمه حطه عند أبه طيب قال له إن كانت لك الدائرة لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك يعني إذا خسرت فضحت في أهلك ومالك قال فسفه رأيه قال له أنت ختيار ختيار وعمل تخرف دوليد بن الصمة يعني اقرأوا سيرته فإنه كان حكيم العرب في زمانه وهذا ما كان ناقص إلا الإسلام قال فسفه رأيه وركب رأسه وأصر على المضي في خطته شو بتكتاوي بد روح قاتل مين النبي عليه الصلاة والسلام قال وانتهى خبر مالك وما عزم عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام النبي هون هلا بده يخرج يعني عمعد لكم الأحداث حتى يلي فاته القصة سبحان الله راصية النبي ما في أجمل منه نزل من الطائف طائف عالية الطائف درجة الحرارة يعني بتختلف عن مكة حوالي 25 درجة يعني إذا بمكة 50 بالطائف 25 وإذا بمكة مثلاً 45 هناك 20 الناس يعيشون في جو يشبه جو الشام جو الزبداني أنا زرت الطائف سبحان الله يعني مشهورة بالرمان ومشهورة بالورد ومشهورة بالعنب ومشهورة بمائها في منطقة اسمه الهدى كي يعالي فيها يا سلام أجملها بس تطلع صعبة حتى الآن اللي بدين يروح مثل اللي رأي على رنكوس وعسال الوردي اللي بيعرفون بريف دمشق بده يلف جبال هيك يدور ما في هيك هيك بتصير بقابة بده طيارة على فكرة في مطار بالطائف يعني مطار دولي يعني هيك رحلات يعني يعني محدودة في الأسبوع في ناس بيجوا بصيفه وين بالطائف والنبي رأى الطائف النبي دعى دعاء اللهم إليك اشكو ضعف قوتي لما عرض الإسلام على أهل الطائف أهل الطائف هني هوزان أدول هني سبحان الله طبعا النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى حنين وأدخل جيشه بالليل في مضائقي ونبي عليه الصلاة والسلام توجه صار يمشي في الليل صلى الله عليه وسلم ومين نزل كمان كمان نزل مالك ابن عوف لكن مالك ابن عوف أدخل يعني جيشه في المضائق من ذلك الوادي عمل كمين للنبي عليه الصلاة والسلام هلأ قد يسأل سائل أنه معقول النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الوحي من السماء وموجود سيدنا خالد وعمر بن العاص وعلي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص كل النخب هدول العسكرية وصير مع الصحابة هيك هيك أمر الله حتى نتعلم حدث ما حدث أيها الإخوة الكرام لأنه قالوا لن نغلب اليوم عن قلة نحن كتار ناشر ألف مين بيجيبنا هلأ مثل فريق ورد قدم عاملين استعداداتنا وعملين مدري إيش وعملين أول خمس دقائق بيوع اللاعب بتعضي الرجلي بطلعوا لبرا بعد عشر دقائق بطردوا أشي واحد بالبطاقة الحمراء خسر الفريق أقول وما توفيقي إلا بالله مرة سألت طالب بكليوري قال لي من وين بدون يجيبوا الأسئلة يجيبوها قال لي أنا باصم خاتم ختمت تقول لأول وما توفيقي إلا بالله تعرفوا شو صار مع هذا الأخ انكسرت إيده قبل الامتحان بيوم هو ما بيعرف يكتب إلا باليمين وما استطاع أن يقدم الله عز وجل يثبتنا النبي عليه الصلاة والسلام عبأ جيشه بالسحر وعقد الألوية والرايات سبحان الله وجوا على وادي وادي حنين وحدث ما حدث لسه ما نزلوا على الوادي طلعوا أوزان يمين وشمال طيب الروي لكون القصة كما وردت في الحديث كلها هي مقدمات يعني حكيت لكون تعرفوا غزوة حنين اللي حيروي الحديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم محوني فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب لزمت يعني لزمت النبي فلم نفارقه الله يهننيه اللي بده يعود مع أهل العلم بده يلزمهن هلا هيك هلا أيام نعود مع أخواننا الكرام نصة يوم الخميس ثلاثة أربعة خميس العشر دقائق هاد ما بيساوي منك عالم ما بيساوي منك داعي إلى الله بيساوي منك إنسان عندك شوية العلوم أما جلسوا مع النبي في حله وترحاله جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكله في شربه جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حزنه في فرحه في ابتسامته قال لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء فلما التقى المسلمون والكفار ول المسلمون مدبرين جدوا السهام ما ضل مع النبي إلا من الاثناشر ألف اثناشر رجل قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار فيقول أي عباس يعني يا عباس أي للقريب ويا للبعيد إذا كان واحد على بعد عشرين متر يقول له يا أحمد إذا كان قريب يقول له أي أحمد أي عباس أين أصحاب بيعة العقبة وين اللي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال على السمع والطاعة أي عباس نادي أصحاب العقبة قال قال العباس أين أصحاب العقبة قال فوالله لك أني لك أني عطفتهم حين سمعوا صوتي عطف البقر على أولادها وين أصحاب قال لنا النبي عم يناديكم لك يا جماعة رسول الله يناديكم أجابوا مسرعين شلون البقرة الصغيرة بتجي لعند أمها العباس ينادي وهم لبوا نداء رسول الله فقالوا لبيك 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 أيام الموقف بده كلمة فيها حنان هلا لو اتنين عم يتخانقوا قدام أمهم مثلا واحد عم يعلي صوته الكبير على الصغير والصغير على الكبير بتجي الأم بتقول لهم سكتو أو بتقول لهم لك برضايا عليكم كرمال الحليب اللي رضعتو كرمال البطن اللي حواكن عم تستعطفن هتلا يوقف كل شي الأم إلى كلمة والنبي إله كلمة وين أصحاب بيعت العقبة قالوا ناديلهم وكأن بالرواية وفي غير الرواية إنه كان العباس سيطا صوته شو جهوري بحان الله في ناس نادي صوت أبي طلحة في الجيش بألف رجل قال فوالله لك إن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها إن أجابوا مسرعين فقالوا لبيك يا لبيك لبي قال فاقتتلوا والكفار قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته إلى قتارهم فقال حمي الوطيس هل لا اشتغل الضرب كان إذا اشتد البأس كان يقول سيدنا علي وحمي الوطيس اتقينا برسول الله وإيه خلف النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصيات فرما بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد قال فذهبت أنظروا فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا يعني صاروا ضعفاء صاروا يتراجعوا أجل بحص بوجوههم والرمل في عيونهم لعمر ميهون النبي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وفر مالك بن عوف ومن معه من رجاله والتجأوا إلى الطائف ثم تحصنوا بها وتركوا وراءهم غنائم كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام غنم من الغنائم يوم حنين الأربعين ألف شاء وأربعين ألف رأس غنم هدول من إيش من الإبل والغنم ومن الذهب والفضة ما لا تستطيع أن تحمله مئة بعير يعطي هاد ويعطي هاد ويعطي هاد ويعطي هاد كما ذكر الله عز وجل في الآية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها نزل ملائك من السماء الله نزل ملائك لما البشر يعني طاقتهم بتوقف الله بيبعث لك ملائكة تمشيك وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معهم القليل بالمواقف الصعبة ما بيبقى إلا مين إلا إلا الرجال بدي أختملكم بخاتمة أم سليم يلي هي أم لسيدنا أنس ابن مالك الرجال مو بالشوارب ولا بالطول أيام مرأة بألف رجل الصحابة شافوا أم سليم يلي هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه مع سكينة نحن يسموه خنجر حط خنجر هي الخنجر للرجال مو للنساء قال زوجها أبو طلح رضي الله عنه وأرضاه يقول أنس ابن مالك أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فرآها أبو طلح فقال يا رسول الله راح شكال مين للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه أم سليم معها خنجر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قال ما هذا الخنجر قال اتخذته قال اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنة قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن الحمد لله الله 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 نصرنا رجال المرأة الآن همها عطرها وهمها إنه تحط المسكرة وتحط إيش تحط الملونات والمصبغات كانت جنبا إلى جنب مع الرجال ما عم نقول لك إلا روحي قاتلي عم نقول لك قومي في الساعة أربعة على التهجد إذا صح إليك صومي أزص حليك هل المرأة عم تجي وجوزة تعبان لك حطي له عشا ماسك الموبايل بسكين عم يروح على المطبخ لحاله وين جهادك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا جاهدوا جاهدوا أنفسهم للحديث تتم عن غزوة حنين اللهم تقبل منا بسلل الفاتحة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر